شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع السبع اتفاقيات تعاون في مجالي الهايدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين سبعة مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية وعلى هامش التوقيع أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشركات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهايدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع سبعة مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجربية بحوالي 12 مليار دولار بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال عشر سنوات